عندما تتحدث الحكومة عن إصدار أوامر قبض أو تكييف ما يحصل من اعتداءات على المطاعم والبنى التحتية بأنه وفق المادة أربعة إرهاب مو غايتها الدفاع عن الوكالات الأمريكية غايتها الدفاع عن منظومة الأمن القومي العراقي والأمن الداخلي زين عندنا الدقة العشائرية على سبيل المثال شنو اللي سببوه ذول الأشخاص للأمن القومي العراقي البارع رعب للناس المتواجدة هناك وطريقة التعبير أرعضوا الناس؟ طبعا الناس قاعدة جاي تاكل أسه بغض النظر وبالتالي ذول مستثمرين عراقيين شنو الغاية والهدف؟ أنا معا أن تكون احتجاجات وكما شهدناها في أوروبا تقف أمام هذه المطاعم ستصلي أي فعالية تندد تطلب من أصحاب الوكالة العراقيين بغلقها عدم التعاطي معها هذا أمر طبيعي ومحبذ وطبيعي جدا وحتى المرجعية البارع ماكو بحاية ولا واحد تأذى ولا واحد جراح ولا وطار حبيبي هو العنف بحذ ذاته بهذه الطريقة بهذا السلوك مرفوض إذا صدر من أي جهة كانت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر